يحاول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طمأنة أوكرانيا باحتضانها وبالرد بموقف موحد على إجراءات موسكو في اجتماعهم هذا وهو ثاني في غدون أسبوعين لكنه يأخذ هذه المرة صفة الاستعجال والطوارئ الأوروبيون المنقسمون فيما بينهم متفقون على صعوبة التدخل العسكري الأزمات الدبلوماسية ليست ضعفا بحد ذاتها ولكن من المهم اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن لا نقع في فقه التصعيد العسكري وأن لا نغرق في تلك الدوامة لكن كاثرين أشتون ترى أن باب المفاوضات أكثر وقعية خاصة بعد أن زارت كييف خمس مرات سوف ترون أننا قد توصلنا إلى إدانة اعتداءات القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية ومن دون شك فإن ذلك تجاوز للالتزامات الروسية الدولية ولذلك فإننا ندعو موسكو إلى سحب قواتها على الفور وعودتها إلى أماكنها السابقة تماشيا مع الاتفاقية الخاصة بوجود الأسطول الروسي بالبحر الأسود في المقابل تدفع بريطانيا وفرنسا في اتجاه فرض عقوبات على روسيا وتجميد تأشيرات السفر وتقولان إن على موسكو أن تدفع الثمن بلغت الأزمة الأوكرانية مصاف الحرب الباردة وأصبحت ورقة في مهب التفاهمات الأوروبية الأمريكية من جهة والروسية من جهة ثانية شادي شليلا سكاينوز عربية بريكسل شكرا للمشاهدة